اشتركوا في القناة ما يواكب العصر الحالي الأزمن السنوات عشرات السنوات مئات السنين هذا يواكب أو يوازي الأعمار بقصفها الإنسان لكن على مستوى الكرة الأرضية لا لا تقاس بالسنوات بدنا مئات أو عشرات ملايين السنين فابتدعت وحدات جديدة مناسبة لعمر الأرض رح نوقد أسماعها وتقسيماتها الوحدات الزمنية نذكرها مرتبة ونصف كل وحدة زمنية شو صار فيها أحداث شو من الأحداث نوعية من الأحداث أحداث جيولوجية زي عمليات الرفع خلاص شورك أوقف لأنني أنا سلم الزمن الجيولوجية طلعت لما أنت تفتح الباب قدت 35 دقيقة صار بجوز مناسب بدي أحطها في اللابتوب هذا هم إشي كاذا أحط ذلك السموات ها الكهرباء لضاف اللابتوب بروح تسجيلنا على فرص طيب أنا راح أبدأ من عند سلم زمن الجيولوجيه يعني هو عنوان؟ ممتاز خلاص خلاص هايو انت هدو من الجيولوجيه طيب بدي أمسح هدول 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 مش هدول أمسح هين المحاي هاي؟ أربعين بالآخر بتعمل كت قبل ما ندخل عليه هاي البناء وكذا بتعمل كت وببدأ ببكر أولا مماشي خمسة وستسيطين دقيقة هدولينات بكونوا أربعين وخمص أربعين أربعين نبدأ بعنوان وتعريف وتقسيمات سلم الزمن الجيولوجي سلم الزمن الجيولوجي احنا أخذنا الجيولوجيا التاريخية هو العلم الذي يهتم بدراسة تاريخ الأرض وبالتاريخ تبع الأرض بدنا نوصف الأحداث الجيولوجية التي حدثت في الماضي وساهمت أحداث بارزة لها أثر ساهمت في تشكيل سطح الأرض ومعالمه ويكون مرتبة زمنيا طيب يعني بدي أوصف في الزمن الفلاني أحكي مثلا زي تاريخ الإنسان في القرن الرابع عشر في القرن التاسع قبل الميلاد في القرن العشرين في القرن السادس عشر يعني إذا بدي أحكي عن وصف لحدث لاختراع لحرب لحضارة بدي أقرنها بزمن وكذلك الأحداث الجيولوجية المؤثرة على الأرض لابد أن أذكر زمنها فبدنا نذكر الأحداث مع زمن فهذا سلم الزمن الجيولوجي سلم يعني بدي يكون حدث ومقرون مع زمن والحدث اللي جاء بعد ومقرون مع زمن فهو ترتيب هو ترتيب ترتيب زمني تصاعدي كنت أنا بدي أذكر بتعريف الجيولوجيا التاريخي نوع ذكر فيها عملية الترتيب الزمني الآن دور نحكي عن الترتيب الزمني بس رحنا الحصة اللي قبل حكينا عن العمود الجيولوجي لأنه أنا بدي أخذ المعلومات من الطبقات زي ما بأخذ المعلومات من كتب وبقرأ الكتب والأسطر وبقلب الصفحات أيضا على الأرض حتى أحصل على المعلومات أشوف تراكيب الجيولوجية جوا صخور أشوف حفظ أحافير داخل صخور فهي مصدر معلوماتي الآن لما ذكرنا بتعريف الجيولوجيا التاريخية نذكر الأحداث التي ساهمت في تغيير معالم سطح الأرض وترتيبها زمنيا إذن الوصف والرسم والتجميع لهذه الأحداث مرتبة زمنية ستكون على شيء اسمه سلم الزمن الجيولوجي فهو ترتيب زمني تصاعد للوحدات الزمنية التي مرت بها الأرض شو قصده بالوحدات الزمنية؟ الإنسان إذا بده يحكي عن حضارة أو تاريخ بلد بده يستخدم مثلا القرن في القرن الخامس في القرن السابع هذو المئة سنة إذا بده يحكي عن دولة معينة وحديثة بده يستخدم السنوات أو العقد كل عشر سنوات إذا بده يحكي على مستوى أفراد بده يقول الفلان ولد في عام 1936 ودرس وتخرج من المدرسة الفلانية أو الجامعة الفلانية بده يحكي سنوات وإذا بده يحكي عن أحداث أدق وخاصة فيها بده يستخدم الأشهر إذن الأيام الشهور السنين القرون مئة سنين هي وحدات زمنية لكنها لا تصلح لوصف الأحداث على الأرض لأن الأرض عمرها طويل بملايين السنين فلابد من وضع وحدات تشبه هذه الوحدات تختلف ومتناسبة مع الزمن الجيولوجي الطويل ففي وحدات زمنية هو ترتيب زمني تصاعدي تسلسل كمان للوحدات الزمنية التي مرت بها الأرض في هذا السلم الجيولوجي السلم الجيولوجي اللي في أزمنا سيكون مذكور الأحداث مباشرة بدي أروح وأبينها على رسمها هاي أحد أسماء العصور أو الحقب هاي أصر مثلا هاي وحدة زمنية أسمها حقبة أو حقب مذكور أحداث هذه أحداث اللي هون هذه أحداث فهو يعرض أنا بعرض الآن هنا أهم المميزات من حيث الأحداث نوعين من الأحداث بحكي عنها أحداث جيولوجية زي صخور ترسيب براكين جبال تشكل محيطات توسع محيطات تشكل قارات فهي بسميها أحداث هاي بسميها أحداث إذن يعرض يعرض أمرين يعرض الأحداث الجيولوجية التي توالت تعاقبت في أثناء تاريخ الأرض الطويل مش متناسب مع وحدات زمنية وأيضا يعرض الكائنات الحية قلنا من أحد فوائد الأحفير أنها تعرف على أشكال الحياة وأنواحها وتغيرها فهو بده يقدم لي وصف أيضا يعرض يعني مش ضرورة تحكي نفس الكلمات يعرض الأحداث الجيولوجية التي تعاقبت ويعرض بسير التغير في أنواع الكائنات الحية وأشكالها الأنواع يعني تغير نوع وظهر نوع جديد أو الأشكال يعني نفس النوع مثلا الأسماك القديمة غير الأسماك الحالية الطيور القديمة غير الطيور الحالية هاي نفس النوع لكن أشكاله بتتغير واحد ترتيب زمني تصاعد للتقسيمات الجديدة غير تقسيمات الإنسان سنوات وأشهر وأيام مثلا مش متناسبة معها التي مرت بها الأرض شو بيعرض أمرين واحد يعرض يعني الأولان يكون في تعريف رقم الثاني يعرض الأحداث الجيولوجية التي تعاقبت في أثناء تاريخ الأرض الطويل ويعرض بقبل أن أكتب أولا ضروري أستخدم نفس الكلمات الرابطة ويعرض وصفا ويقدم وصفا ويعرض التغير في أنواع الكائنات الحية وأشكالها هذا سلم الزمن الجيولوجي إذن عشان أعمل فعلا سلم لازم أقدر أحدد الأزمنة لا بد ما الذي يلزم لتحديد التغيرات وأوصفها في أثناء تاريخ الأرض الطويل لازم يكون عندي قدرة يلزمنا آلية لتحديد الزمن التي تمت فيه التغيرات آلية كيفية أحسب الزمن في عنوان خاص بالفصل اللي بعده بعدين عمر الأرض 4600 مليون سنة لازم أعرف أوصفهم وصفا بدي أعمل تقسيمات محددة للزمن تقسيمات محددة للزمن للتعامل مع الفترات الزمنية يعني الإنسان بيحتفل بعيد ميلاده العيد الميلاد بدي يكون باليوم تاريخ يوم مثلا 15-1982 مثلا فهذا كل 15 لو ما في تقسيم أيام معناته كل ما يجي شهر 12 وطول الثلاثين يوم هذا بدي يحتفل بعيد ميلاده ممكن أعمل تقسيم أكثر تفصيلا مثلا بعد ما يزيد عدد الإنسان يجوز يفكروا بالساعة هذه وحدة زمنية فكلما استخدمت وحدة أصغر كلما استطعت أن أفصل بين الأحداث في الوصف فعشان نوصف بدي أعرف الزمن هذه آلية أولا ثم لازم أحط تقسيمات للزمن لأنه طويل حتى أتعامل مع الفترات الزمنية بمعنى من نحكي عن الزمن شو من الوحدات الزمنية وليش قسمناها أولا لأنه عمر الأرض طويل كم يقدر عمر الأرض وشو الأقسام أو الوحدات الزمنية الرئيسة يبلغ عمر الأرض 4600 مليون سنة أو بحكي 4.6 مليار أو بليون 4600 أو بالمليار بالعربي أو بليون بالإنجليزي وقسم عمر الأرض لفترتين رئيسيات فترة اسمها ما قبل الكامبري وفترة اسمها دهر الحياة الظاهرة يعني البعض بسميها دهر الحياة الخافية لأن الصخور اللي تكونت بهاي الفترة الزمنية كثير منها ما لقوا فيها أحفير أو آثار أحفير أو شيء يدلع الحياة فقالوا إحنا ما بنقدر نجزم إنه هي ما في حياة إنما على الأقل يمكن في حياة بس بالنسبة إنه لسه ما بنعرف عنها فسموها دهر الحياة الخافية ننسى بدنا نسميها ما قبل الكامبري لأنه أول وحدة زمنية صغيرة بهذا الدهر هي العصر الكامبري فسميت الفترة اللي قبلها ما قبل الكامبري والفترة الثانية كان فيها وفرة ببقايا الكائنات الحية فاستطاعوا يتعرفوا الكائنات كل واحدة إمتى إجت في فروق بينها شو كانت أشكالها كيف أشكالها تغيرت هل أعدادها بلشت تزداد في الزمن معين واللي بلشت تتقل حتى انقرضت فدهر الحياة الظاهرة طب هذا الدهر تم تقسيمه إلى زي ما إنه نقسم السنة إلى شهور والشهر إلى أيام واليوم إلى ساعات والساعة إلى دقائق وهكذا تم تقسيم الزمن الجيولوجي إلى وحدات زمنية شو هم؟ الدهر تم تقسيمه إلى أحقاب والحقب الحقب أو الحقبة في كتابكم الحقب إلى عصور والعصر إلى أحيان يعني ممكن تيجي ضع دائرة إنه الوحدة الزمنية الأقصر على سلة من الزمن الجيولوجي هي ألف با جيم دان تتكون دان الأحيان الوحدة الزمنية الأطول الدهر طيب تم تقسيم الدهر إلى عصور أحقاب فترات أحيان بدي أحكي أحقاب هاي الوحدات الزمنية بيجي دوائر أكثر من مرة ويجي مرة ذكرهم بالوزارة ذكر الأربع دول يعني موزعين بشكل غير متضم قال رتبهم من الأكبر إلى الأصغر نحفظهم إحنا الأفضل شو التقسيمات تبع الدهر للحياة الظاهرة طبعا في تقسيمات لما قبل الكامير لكن مش مطالبين فيها لأنها افتراضية على أساس أنه ما فيه كائنات حياة اذكر للتقسيمات قسم دهر الحياة الظاهرة إلى ثلاث أحقاب أو حقاب حقب الحياة القديمة يعني إحنا قلنا عشان لم الزمن الجيولوجي أنها ترتيب زمني تصاعد يعني لازم يكون مرتب الأقدم المتوسط الأحدث وكل واحدة بتبدأ بحقب حياة حديثة قديمة أو متوسطة قديمة وتم تقسيم حقب الحياة القديمة إلى ست عصور رح نحفظهم ونشوف كيف نحفظهم أقدمها الكاميري باختصار يعني وأحدثها البيرمي رح نشوفهم بالجدول وحقب الحياة المتوسطة ده ركز الوحيد من الأحقاب الثلاثة قديمة وحديثة ثم متوسطة فيها حرف السين لاحظوا أن العصور اللي موجودين في المتوسطة كلها تنتهي بالسي لنميزهم عن بعض الحديثة وإلها أسماء حديثة يعني إحنا في العصر الحالم نيجي منقول العصر الرقمي أو الديجيتال بالجدول وبدنا نحفظه هاي أولا تقسيم الحقب الوحدات الزمنية الدهر مقسم إلى حقب الحقب والحقب إلى عصر والعصر إلى أحيان لكن مش مطلوب تفاصيلها يعني في كتب كثيرة مذكور فيها هذول الاثنين قديما الثلاثي إلى عدة أحيان والرباعي لكن مش مطالبين إلا لعند العصور طيب عمر الأرض ذكرنا بالجدول وبين وضحهاي عمر الأرض 4600 مليون سنة تم تقسيمه أولا إلى دهرين واحد سميناه دهر الحياة الظاهرة واحد سميناه بكتابكم قلت أنه سموه دهر الحياة الخافية لكن أطلق عليه ما قبل الكامل خلاص بكتابك ما قبل الكامل طيب الأربع تالاف وستمائة مليون سنة معظمها كانت تابعة لأني فترة رئيسة كبيرة ما قبل الكامل يعني تخيل عمر الأرض 4600 مليون سنة معظمها معظم الفترة الطويلة هاي ما فيش كائنات حية فقارية أو نباتات يعني بس اللي كانت موجودة بكتيريا طحالب ديدان من عند هاي الفترة بدأ عشينك سميته دهر الحياة الظاهرة هذا دهر الحياة الظاهرة كلمة الظاهرة هون كائنات خفيفة كم يمثل نسبة من عمر الأرض 88% وحتى كم عشر معناته كم تبقى إلى دهر الحياة نركز لما يسألنا يعني الكتاب ما كتب هذا 12% كتب هذا 88% طب إذا سألني عنها الباقي من 100% 12% طيب ما بدنا تقسيمات ما قبل الكامل مش موجودة بس النسبة بدنا تقسيمات دهر الحياة الظاهرة تم تقسيمه وذكرنا هون قبل تم تقسيمه إلى ثلاث حقب قديمة متوسطة حديثة الأفضل نحفظ تقسيماتهم على جدول أسهل حقب الحياة الحديثة حقب الحياة القديمة حقب الحياة بينهم المتوسطة هل الأزمنة والأرقام مطلوبة نعم بس غالبا غالبا بيسأل عنها بدوائر وهو كان يقبلها في التصحيح بديل كم عمر الأرض 4600 مليون سنة هذا بدأ منذ 540 مليون سنة حقب الحياة القديمة وانتهى منذ 250 على الكتاب صراحة بدقة أكبر كاتبين 542 وهاي 251 ما عمره دقق يعني غالبا إذا بدو يجيبهم دوائر وما رح يكون في الفرق واحد واثنين رح يكون فروق واضحة أنا بدي نركز كم استمر يعني إذا نوع بالأسئلة نوع منذ متى بدأ حقب الحياة القديمة منذ 540 مليون سنة منذ متى بدأ حقب الحياة المتوسطة أو منذ متى انتهى حقب الحياة القديمة منذ 250 مليون سنة المهم هذا كم استمر الفرق بينهم كم استمر بدنا نطرحهم ونحكي إنه استمر لو طرحنا ميتين وواحد واسعين يمكن 290 مليون سنة 290 مليون سنة إيش هاي استمر هذا الحقب استمر 290 مليون سنة كم انتهى المتوسط حقب الحياة المتوسطة منذ 65 مليون سنة وتلقائيا بيكون بلش بدأ حقب الحياة الحديثة كم استمر حتى هون بدقة كتب 65 ونص حتى الكتب العلمية مش كلهم منطبقين بالرقم بدقة يعني فيه 500 بدال 40 42 43 44 احنا بدنا الطالب يحفظهم ببساطة ما بيطالبهو بالأرقام بدقة بده يكون استمر 185 مليون سنة استمر هاي برضو استمر 185 مليون سنة هذا كم استمر ما هو حتى الآن هذا حتى الآن الحديثة كل واحدة حقب إلها بداية ونهاية أو استمر منركز هو على إيش بسأل بسأل البداية ولا بسأل كم استمر مطلوب مني تقسيمات كل حقب إلى عصور وسهل جدا أحفظهم وغالبا بيجي يا برتبهم يا إن مضع دائرة بدي نكون عارفين إنه كل حقب عصوره مميزة بإش هاي يعني على دوسيتك الطالب لازم يكتب إنه هدول بتميزوا بشيء بإيش اللي بتميزوا هدول العصرين أنها أسماء أسماء رقمية ما في اسم هون أحادي ثنائي سداسي ما في الوحيد اللي فيه أسماء رقمية هي حقب الحياة الحديثة نكتب عليها مش واضحة بس أوضحها هاي يعني الأفضل نكتبها هون على المكان الضيق اللي ندبرها هذا وهذا بتميزوا بإشيء شو إنه هدول عبارة عن أسماء رقمية فإيجاب المزارة أكثر من رضع دائرة واحدا من العصور الآتية يتبع إلى حقب الحياة الحديثة بكتب مثلا بكتب مثلا الديفوني البيرمي الثلاثي الجراسي بس أشوف حديثة لازم أتوقع إنه يكون اسم العصر الرقمي وما فيه إلا اسمين وحتى ما أنسى هي أصلا الحقبة الثالثة فستبدأ بالعصر الثلاثي الحقبة الثالثة ما هي القديمة الأولى المتوسطة الثانية ثم الثالثة بالثلاثي ثم الرباعي هاي ميزة عصور حقب الحياة الحديثة حقب الحياة المتوسطة كتب أنا بقرأهم من أول بحكي إنه فيها حرف السين المتوسطة فيها حرف السين الآن هاي ما فيها حرف السين القديمة والحديثة ما فيها حرف السين إذن ما يميز أسماء عصور حقب الحياة المتوسطة حرف الس فهدول كلهم هدول الثلاثة ميزتهم تنتهي بمقطع س فلما إيجا كمان دوائر مرتين أو ثلاثة واحدا من العصور الآتية يتبع إلى حقب الحياة المتوسطة بشأن إذا نسيت مين اللي في حرف السين فبكتب لي مثلا الأوردوفيشي السيلوري مثلا حتى هاي السيلوري في حرف السين لكن أنا قلنا تنتهي بحرف السي الترياسي الرباعي الوحيد اللي بنتهي بسي الترياسي العصور تبعوني القديمة مش رح نحكي عن مش مشتركين باسم واحد لكن برضو ممكن أرتبهم أول شي إنه الدهر السابق سميناه ما قبل الكامبري إذن أول عصر أول عصر أتوقعوا في الحقب اللي جاي فوقي عصر الكامبري هم ست عصور ما عمروا عمل لكن بتوقعي ممكن يكون في سؤال إنه يذكرهم يعني لن يأتي عشان أسماء صعبة إنه يلا أذكر لي إياهم لا يطلب من الطالب هو يذكرهم ويطلب من الطالب إنه يرتبهم يعني يذكرهم عشوائيين لديك مثلا عصور فقب الحياة القديمة السيلوري البيرمي الكربوني الكامبري الديفوني الأوردوفيشي ذكرهم كتبهم قم بترتيب هاي العصور حسب سلة من الزمن الجيولوجي من الأقدم إلى الأحدث سهل جدا أرتبهم أول عصر لازم يكون الكامبري لأنه اللي قبله اسمه ما قبل الكامبري وبقسمهم لجزئين جزء يعني أنا بدي أبتدع شغلي واحدة من الثانيين بقول إنه أول عصر مميز بالكامبري لأنه ما قبله ما قبل قبل الكامبري وآخر عصر بتميز بهالميزة هاي بتغيرات الحياة شي هي إنه حصل فيه أكبر انقراض في تاريخ الأرض العصر البيرمي الست هدول الست هدول إما بقسم لنا فئتين بس أنا بدي أحكي عن من أول واحد لازم أتذكر إنه الكامبري لأنه الفترة اللي قبله اسمه ما قبل الكامبري ولازم بما إني بلشت بالأول بدي أميز الأخير آخر واحد انقرض فيه تسعين بالمية فهو اسمه البيرمي أنا بحرفه شوي بخليه العصر اللي بيرمي يعني رمحوا مولته من هالكائنات اللي كانت موجودة في زمنه تسعين بالمية فإذن أول واحد من الست الكامبري وآخر واحد العصر اللي بيرمي واسمه البيرمي والأربعة الثانيين هدول من الأوردوفيشي من الأوردوفيشي إلى الكربوني هدول بدي أرتبهم وهو كاتبهم برتبهم من الأصعب إلى الأسهل يعني أصعب واحد في الأربعة هدول وأطول واحد هيك صعب شوي على الطلاب الأوردوفيشي حتى بسميه العصري الأدفش في حرف الشين وأسهل واحد سلس بالنسبة إلى العصري الكربوني يعني الأول كامبري والأخير اللي بيرمي واللي بالنص مرتبين الأدفش أوردوفيشي الأسهل الكربوني وصفة السيلوري والديفوني حرف السين أقرب للشين وبعدين الديفوني وكمان بحب يعني أحكي إشي ساعد طلاب بداية كل حرف العصر الكامبري ها الكامبري إنسى أل التعريف الأوردوفيشي السيلوري أول حرف كاف أول حرف ألف عليها مزة ثاني حرف سين هدول بيجوا باسم أو يعني بلغ كأس بيجوا أول ترتيب ثلاث عصور أول حرف بدون الأل التعريف كأس الكامبري كاف الأوردوفيشي همزة وسيلوري سين بعد الأل التعريف كأس وحتى ما أنسى كأس ديربي كأس الديفوني بيجي عندي الديفوني وخد حرفين مش حرف الكربوني بيربي في عندي ال عشان ما أنسى الدير فيهم الرا ديربي وزي ما بدك عندك أسلوبين أول عصر كامبري آخر عصر بيربي والأربع اللي بنص مرتبين من الأدفش أوردوفيشي إلى الأسهل الكربوني طيب إذا طلعنا على الفترات الثمينيجيين على السؤال اللي بعده بس نطلع إنه ليش سألنا هالسؤال لاحظنا إنه فترة حقب الحياة القديمة فترتها ميتين وتسعين مليون سنة وهي أقل منها بمئة وشوي وهي أقل وتم تقسيم هاي إلى ست عصور هاي إلى ست عصور وهاي وهاي إلى ثلاث عصور وهاي بس إلى عصرين إش ما نقسمونه يش ما نقسمهم هيك يعني ليش مثلا ما قسموا القديمة بالتساوي عملوا لها مية وخمسين أو ميتين مليون سنة وهي ميتين مليون سنة وهي مية وخمسين ميتين مليون سنة ما الأسس التي اعتمد عليها العلماء في بناء أو تقسيم سلة من زمن الجلو ليش قسموا هيك ليش أعطوا هاي ست عصور وهاي ثلاث وهاي عصرين ليش ما خلوا مثلا هاي أربع عصور كامري أردوفيشي سيلوري ديفوني مثلا وقفوا هون وخلوا كربوني بيرميترياسي جوروسي كمان أربع عصور وهاي ثلاثة فرضا لا هم جمعوا عصور الحقب الواحد عشان بتشابهوا بإشي دائما التصنيف دي كل مجموعات مش يهتم بالعدد أو الفترة الزمنية إنما التشارف فهم اعتمدوا على أحداث جيولوجية كان لها تأثير زي هاي جرى تقسيم سلم الزمن الجيولوجي اعتمادا على أحداث رئيسة كبيرة في تاريخ الأرض وكان لها تأثير كبير زي مين يا الأقسام الكبيرة الدهور والحقب كان على أحداث على مستوى الكرة الأرضية كاملة شاملة زي تغير أنواع الحياة مثل ظهور كائنات هاي تم وضعها بناء على الأحداث والتغيرات مثل ظهور أنواع وانقراض أنواع هون احنا أصلا بلشنا الكامبري وحدة جديدة عشان ما كان فيه حياة وصار فيه حياة هون الحياة كانت لكائنات فقارية بالنسبة للنباتات رح نذكر هون نباتات وعائية لا زهرية يعني النباتات كانت مش كل أنواع النباتات والحيونات كانت المنتشرة بس لا فقارية في بعد البيرمي حصل تغير كبير انقراض كبير ومع نهاية البيرمي بدأت كائنات كبيرة فقارية ما كانت منتشرة في الزمن اللي قبل فإذا لماذا فصلنا بعد البيرمي لفئة جديدة عشان فيه تغير ما هي الأسس التي اعتمدها السؤال يجب مرة واحدة بس بالوزارة واحد اعتمدوا على أحداث رئيسة وشاملة على مستوى الكرة الأرضية والقشرة الأرضية الأقسام الكبيرة زي الدهور والحقب تم الاعتماد على أشياء كبيرة وشاملة زي ظهور كائنات وانقراض كائنات أما الأقسام الصغيرة أو الأصغر تم الاعتماد زي العصر أو الحين على أحداث أقل شمولية يعني في مناطق معينة في قارة معينة مثل بناء جبال أو طغيان البحر أحداث أقل شمولية يعني مش على كل الكرة الأرضية إنما غالبت على نسبة عالية 50-60 بناء الجبال أو طغيان شعن الطغاء يعني تقدم وغطى معظم أجزاء من القارة أو تراجع الحسار يعني التراجع فإذن يعني اليوم درسنا شو تعريف هذا سلم الزمن الجيولوجي هو ترتيب زمني تصاعدي للوحدات الجديدة واللي بتسرد فيها الأحداث الجيولوجية اللي شكلت سطح الأرض أو توصف التغيرات في الكائنات الحية الوحدات الزمنية تعرفنا عن الوحدات الزمنية أولا عملناهم أربع رئيسة دهر حقب عصر حين الدهر قسمناها لقسمين ما قبل الكاميرا ثم الظاهرة أخذنا بس تقسيم الظاهرة إلى ثلاث حقب حقب الحياة القديمة المتوسطة والحديثة وكل واحد منهم قسمناهم إلى عصور الحديثة أسماء حديثة ثلاثة رباع كونها الثالثة المتوسطة فيها حرف السين وتنتهي بالسي القديمة فيها ست عصور أولها الكامبري لأنه بد يكون جاء بعد الفترة ما قبل الكامبري وأخرها رمى بيرمي بيرمي الكائنات يعني بقايا الكائنات أو أصبحت مش موجودة الكائنات وترتيب الأربع الثانية بطرقتين بدك إياها كأس ديربي أو مرتبة من الأدفش الأصعب إلى الأسهل ليش قسمناهم هيك؟ اعتمادا على أحداث شاملة على الكرة الأرضية خاصة الأقسام الكبيرة على مستوى الكرة الأرضية كاملة مثل ظهور كائنات أو انقراض كائنات وأما الأقسام الصغيرة فكانت على أحداث أقل شمولية مش في كل المناطق مثل بناء جبال وتغيان المحيط على القرات وانحساره بس نوخذ كمان اليوم نبذى عن تاريخ الأرض في كل فترة زمنية الفترة الأولى اللي ما قسمناها نوخذ عنها بس ببساطة إنه أولا تم تقسيم عمر الأرض إلى فترتين ما قبل الكامبري ورح نوخذ عنه سبب بساطة دهر الحياة الظاهرة ما قبل الكامبري ورد بالجدول أنها أطول الوحدات الزمنية وأنها تشكل ما يعادل 88% من تاريخ الأرض لماذا تعتبر أولا سؤال جمرة واحدة بالوزارة ما هي الأحداث الرئيسة أحداث رئيسة يعني نحن نحكي عن هون نبذى نحكي فكرة رئيسية في كل فترة زمنية الفكرة الرئيسية في هذه الفترة ما قبل الكامبري تمتاز بأحداث رئيسة شوف كلمة رئيسة وأحداث تكون واردة في السؤال ما هي الأحداث الرئيسة التي تتميز بها فترة ما قبل الكامبري تمتاز بأن فيها الأرض نشأت وأن أول ظهور للحياة بد يكون فيها وأن معلوماتنا عنها قليلة بسبب ندرة الأحافير الأحداث الرئيسة 1-2-3 فلماذا تعتبر معلوماتنا عن ما قبل الكامبري قليلة تعتبر معلوماتنا عن ما قبل الكامبري أو هذه الوحدة الزمنية قليلة بسبب ندرة الأحافير دهر الحياة الظاهرة اللي تم تقسيمه إلى ثلاث حقب عم نذكر يعني أسلوب آخر غير الجدول هو الأحدث اللي جباعد وأصبحت الحياة واضحة وتم تقسيمه إلى ثلاث فترات حقب الحياة القديمة المتوسطة الحديثة نبدأ بالقديمة تم تقسيمه إلى ست عصور هاي إذن ذكرناهم ممكن هو يذكره مدول ويطلب مني أرتبهم ما رح عشان أسماء صعبة أن يقول أكتبهم من عندك لا رح يذكرهم خربطين قلنا لازم أعرف أنه هذا الأول لأنه الفترة اللي قبله اسمها ما قبل الكامبري وهذا الأخير لأنه بتميز من قرارة 90% يعني هذا السادس 90% وبدي أرتب يعني بعتقد أنه هذا أسهل واحد بالأسماء أسهل واحد وهذا أصعب واحد في الأسماء فهي مرتبين من الأصعب إلى الأسهل الأوردوفيشي السيلوري حرف السين بعده والديفوني بظل هو لو أنا كنت مش عارف إله ميزة والكربوني شو ميزات؟ شو صار ميزات تمثرت بها؟ هاي إحناها ميزات موجودة بس نحط عليها سؤال هاي الميزات فيما قبل الكاملة تمتاز بواحد تنين ثلاثة يعني الجدول شامل بس عم نقرأها بسرعة طب ميزات هاي إنه أول شيء تميز بظهور أعداد كبيرة يعني كل مكتوب بس دقراها بأسئلة يعني في بداية الكامبري فهو رح نحكي إنه هو حجر الأساس في بناء هذا السلم لأنه يفصل بين الزمن اللي ما كان في حياة ندرة الأحافير هايها والزمن اللي صارت في حياة وأشهر هاي الكائنات كائنات لا فقارية ترايلو بايت مرت معنا مرة في القالب والنموذج ما علش بدي أرجع يعني أفرجيكوا إياها كثير من طلاب بعرف بحبوش نرجع بس عشان دايما هايها قلنا بس لترايلو بايت ما ذكرت ذكرا في الشرح هنا الشرح ما كان في ذكر إلها لكن بدي يعرف أن ترايلو بايت هي مثال على أحفورة القالب والنموذج وين أنا هون بدي أهتم فيها كمثال على العمر أنها تميزت حق بالحياة القديمة وتحديدا العصر الكامبري ميزة العصر الكامبري هايها الآن نشوفها بالكلمة كل شيء موجود في الجدول فصلناه هون بفقرات أو بأسئلة أذكر لميزات حق بالحياة القديمة يتميز منذ بدايته بدايته العصر الكامبري بظهور مفاجئ يعني قصده مفاجئ بالنسبة لعمر الأرض يعني ما استغرق وقت كمان مئة مليون سنة يعني ببضع ملايين قليلة اثنين ثلاثة خمسة مليون بدأ يظهر الكائنات بشكل كبير مش مميز أو ما كان ظاهر هذا في الحقبة السابقة أو الدهر السابق ما قبل الكامبري مفاجئ لأعداد كبيرة ومتنوع للكائنات ممكن توفر أحافير ذات هياكل صلبة الآن الفرق أنه أنا عندي معلومات عن هذا الدهر وسميته حتى دهر الحياة الظاهرة لأنه صار فيه وفرة في الأحافير وصار فيه وفرة في الأحافير لأنه أنواع الكائنات اللي بلشت تتعيش هي كائنات ذات هياكل صلبة وفرت شرط من الشروط وانتشارها وأهمها لترايلوبايت إذن ترايلوبايت بميز العصر الكامبري وبشكل عام حق بالحياة القديمة طيب الترايلوبايت من كائنات الحيوانية اللافقارية بدأ يكمل نوع آخر عن الحيوانات حيوانات فقارية ظهرت لأول مرة للأسماك البدائية البدائية شو يعني مش متأقلمة من الحالية الغضروفية مش عظمية يعني مثل سمك القرش وذلك في عصر محدد تحدد العصر أي سرنا محددين عصر للترايلوبايت إنه الكامبري وسرنا محددين عصر للأسماك البدائية ممكن أو الغضروفية بدون ما يحكي بدائية في العصر الأوردوفيشي ثم بعدها البرمائيات نشوف موجود في الجدول معلش برجة مشان نشوف هاي الترايلوبايت أمام الكامبري هاي ظهور الأسماك البدائية أو الغضروفية مثل السمك والبرمائيات هذا في العصر الأوردوفيشي والبرمائيات بداية السيلوري ومقابل الكربونية حتى اسمه كربونية أن نشأ فيه الكربون أو الفحم بفعل النباتات أني نباتات النباتات الوعائية اللازهرية يعني ذكرنا عن الحيوانات الحيوانات لافقارية ترايلوبايت وبلشنا بالفقارية زي الأسماك والبرمائيات ثم النباتات هون ذكرنا أنه في نهاية هذا الحقب مين هو العصر اللي في النهاية؟ يعني ممكن يطلب العصر مع أنه ما كتبوا نصراً بس كتب في نهاية الحقب هم من ست عصور أي العصور يمثل نهاية الحقب حقب اللي هو العصر البيرمي أيضاً صار فيه تنوع في أجناس النباتات اللازهرية مثل السرخصيات اللي توفرت بشكل كبير خاصة في العصر البيرمي واللي عملت في العصر البيرمي نتج منها الفحم الحجري خاصة في مناطق في غرب أوروبا وشرق أمريكا الشمالية هاي وصف أحداث تغير كائنات تكون طبقات في نهاية هذا الحقب تميز بأحد عصوره وهو البيرمي أنه حدث فيه انقراض كبير ميزات الحياة أربعة وفيها تسلسل ونبذة برجة بحكي هاي نبذة مشيانة تفاصيل أعطيني مثال على لا فقارية ظهرت في هذا الحقب الترايلوباي تحديداً في الكامبري حيوانات فقارية الأسماك الغضروفية أو البدائية في العصر الأردوفيشي وبعدها وهي فعلياً في نهاية الأردوفيشي لكن بدأت واضحة في العصر اللي بعده السيلورو وأيضاً من الفقاريات كمان لسبحك عن فقاريات برضو تنوعت وبدأت الزواحف لكن مش وراها على طول في الديفوني إنما في النهاية في البيرمي والبيرمي تميز من قراض عدد كبير نقصد هون بداية البيرمي لكن في نهاية البيرمي حصل انقراض 90% أطلق على هذا العصر أنه حجر الأساس مذكر كلمة حجر الأساس مرت لمبدأ النسقية أنه حجر الأساس في بناء الجيولوجيا التاريخية مبدأ النسقية أما في بناء سلم الزمن الجيولوجي فهو العصر الكابري ليش؟ لأنه يفصل بين أكبر فروق يعني بقول إنه هاي في حيوانات في هاي الحقبة وفي حيوانات هون لكن الفرق إنه المنتشر لا فقاريات وهنا فقاريات وهنا في الفقاريات أسماك هنا ثديات رح نحكي إنه هنا الأكثر الثديات الثديات يعني في فروق لكن مش بوضوح أو بفروق كبر الفروق اللي موجودة ما بين ما قبل الكابري اللي أصلا فيش كائنات والقديمة اللي صار فيه كائنات فهو ليش سمينا ووصفنا بأنه حجر الأساس لأنه يفصل بين الزمن اللي هو نقصد السابق ما قبل الكابري اللي كانت في الحياة بدائية تفتقر إلى الهياكل بتوفرش أحافير والزمن الذي ظهرت فيه كائنات ذات هيكل صلبة يمكن توفير أحافير فصار في عندي وفرة في المعلومات خلصنا حق بالحياة القديمة اللي هو أكثر واحد حكينا عنه يعني أو مكتوب في الجدول المتوسطة مركزت على إنه في حرف السين فتنتهي بحرف السي في العصور الثلاثة ورده بالجدول ميزات الحياة أصبحت الكائنات أكثر تطور لا فقارية سواء يعني زي بعض الأصداف أو الترايلوبيت أو حتى البرمائيات أو حتى الأسماك القديمة البدائية لا هم ظهور كائنات متطورة وراقية بحيث ظهرت لأول مرة الطيور وتحديدا في عصر حددنا العصر الجراسي جدائر بالوزارة مرتين إنه العصر الذي ظهرت فيه الطيور لأول مرة هو الجراسي والنباتات كمان أكثر تطور هذه نباتات لا زهرية في الحقب القديم إنما هنا نباتات مغطات البذور وتحديدا في نهاية الحقبة في العصر الأخير العصر الكريتاسي اللي انتشر في كل عصور هاي الحقب اللي هي الديناصورات عشان هيك سماها سادة بمعنى انتشرت ممكن غير الكلمة يعني انتشرت بكثرة خلال هذا الحقب الديناصورات من أنواع الحيوانات الفقارية ومعاها من اللافقاريات نوع الأمونايت وين مر معانا الأمونايت؟ مر معانا الأمونايت في طرق حفظ الأحافير بطريقة الاستبدال حيث استبدلت بذكر يعني استبدلت مش ضروري أرجحون استبدلت مادة السيليكا مكان مادة كربونات الكالسوم اللي هي الأرجونايت الشكل الآخر سادت واللي سادوا هذول الاثنين بتميزون في آخر الحقبة انقرضوا وهم الديناصورات والأمونايتات الأمونايتات اللي انها عائلة كبيرة يعني أمونايت منها أنواع أخرى فالعائلة صارت أمونايتات الحديثة أسماء حديثة ثلاثة رباعي تميزت بأن الكائنات اللي بل لش سميتها حديثة لأنها يعني تشابه الكائنات اللي عايشة الآن وشايفينها من الثديات والطيور وغيرها فانتشار أول ميز انتشار كائنات حيات تشبه الكائنات الحيات المنتشرة حاليا سادت النباتات يعني ذكرت النباتات مغطاة البذور مرتين ذكرت في المتوسطة هون لكن هون ظهرت دير بالك إذا أحيانا بوصف أو بذكر بعض هاي الأحداث بذكرهم بقول انسب لي إياهم للعصر أو الحقبة فمثلا إذا كان من ضمن اللي ذكرهم ظهور النباتات مغطاة البذور بعض الطلاب بكتبوا الحديثة لا هي ظهرت بأعداد قليلة وبدأت بأعداد قليلة وبدأت بأعداد قليلة في فترة المتوسطة لكنها بدأت تنتشر بشكل كبير فهون الفرق بين ذكر النباتات مغطاة البذور في الحديثة عن ذكرها في المتوسطة أن هناك ظهرت يعني بدأت لأول مرة إنما هنا سادت وفعليا برضو حتى الثديات هي ظهرت لكن ما ذكرها هون ما ذكرها في المتوسطة أنها ظهرت ظهرت مغطاة البذور فقط لكن فعليا ظهرت الثديات لكن عشان يحكي أن هنا الثديات هي التي سادت اللي كان سائد ومنتشر بكثرة في المتوسطة الديناصورات لكن اللي أخذ منها السيادة فحلت الثديات محل الديناصورات التي انقرضت أو كانت منقرضة في هذه الحقبة حيث تطورت بسرعة كبيرة وازدادت حجومها بحكي عن مين بحكي عن هاي بحكي عن الثديات حلت في السيادة مكان الديناصورات اللي أصلا قرضت وهذه الثديات سميتها حلت لأنها تطورت بسرعة كبيرة وازدادت حجومها وأعدادها يعني بعضها بدأت بأنواع معينة مثلا نحكي يعني النمور الكذا ثم بدأت أنواع أخرى وكانت بأعداد قليل ثم زادت الأعداد وآخر حدث ومميز لهذه الحقبة هو ظهور الإنسان وتحديدا في عصر محدد هو العصر الرباعي إنما يعني إذا هم عصرين لو بدي أرجع وأنسبهم فعلا في الجدول فهم أمام الثلاثي إلا الإنسان الرباعي يعني هاي سيادة مغطات البذور في العصر الثلاثي وسيادة الثديات وتطورها أيضا في العصر الثلاثي أما الرباعي فالإنسان ظهوره لأول مرة في العصر الرباعي يكون هي خلص الفصل أسئلة الفصل مباشرة وتعريف وتعليم مباشرة يعني الطالب يقدر يطلعهم من الجدول تعريف التفاحم كان طويل مثلا لكن عادي معلوماتهم من الكتاب بدون ذكرنا مرة أنه مقارنة بين التصخر والحفظ هاي مقارنة كان مكتوب إرجع إلى السؤال الفلاني صفحة أو يعني من أسئلة الفصل هاي حفظ الأجزاء هاي تصخر قارن لي من حيث التغير في الكتلة ما هو صار إحلال في التصخر وحل شيء مكان شيء ففي التصخر بتتغير أما هاي تحفظ كما هي دونما تغيير في تركيبها تغير في الشكل لا هاي ما بتغير الشكل يحدث حفظ وكمان هاي ما بتغير الشكل يحدث حفظ تغير في المكونات نعم التصخر يحدث التغير هنا لا يحدث التغير فالتصخر يحدث التغير وهذا من الأسئلة الشائعة أذكر طريقة الحفظ لكل مما يليم من أكثر الأسئلة اللي تيجي بالوزارة ذكر أسنان الفقريات بتشوفها بجدول قنوات تحفرها أنواع من الديدان لا تترك جزء من جسمها فبنت تكون آثار أحفورية وهكذا باقي الأسئلة أعتقد سهلة ومباشرة جدا يعني لا داع لي أنه نحكي عنها قراءة طالب وشوفها واضحة إن شاء الله ويعطيكم العافية على انتهاء هذا الفصل